زي ما اخدنا الفاب هنلقي نظرة سريعة على ال WHO Classification هو الفاب كان اول classification سنة 76 تقريبا French American British Classification وتطور الفاب في التمانينات ويبقى موديفايت وبيتدخلوا ليه حاجات وابتدأ في التسعينات تظهر فكرة ان احنا ليه ما نشتغلش كWHO في ال classification للاورام بصفة عامة وللوكيميا بصفة خاصة فمن نهايات التسعينات بتدت تبقى WHO involved في classification في التصنيف وظهر اول classification سنة 2001 وعندين 2008 وعندين المعدل اول مراجع كان 2016 طيب نشوف كده مع بعض ايه المسال اللي ايه ده WHO classification اللي هو منظمة الصحة العالمية World Health Organization قسم لنا AML الى انواع قلنا ان فيه AML مع نوع مهم جدا هذا النوع نوع النوع الاول يعني لقى ان فيه AML معه Translocations characteristics زي 821 في حالات مثلا ال AM2 نوع تاني مع Invergence 16 النوع الثالث Translocation 15-17 واحد كزا حطيلي Subtypes معينة من ال AML جديدة ما كناش نسمع عنا في الفاب معتمدة على Cyto Genetic Abnormals Genetic Abnormals Cyto Genetic Translocations Genetic جينات بتنتقل وتعملينها اللوكيميا طيب حطينا نوع اخر اسمه AML with Myelodysplasia طيب فيها الAML اللي هي Acute Myeloid Leukemia ممكن يسبقها لخبطة في تكوين الخلايا اسمها Myelodysplasia لخبطة في الانتاج ويعقبها AML يبقى ده كاتوجري كده نوع خاص اسمه AML with Myelodysplasia related changes لقوا ان في نوع من انواع الAML جاي لما بيكون المريض بيتعالج من سرطان اخر يعني مثلا زي مريضة سرطان الثادي ممكن بتتعالج وتاخد كيمواثرابي وريديواثرابي في الاخر تقلب بAML فحطوها كنوع كاتوجري خاص اسمه Therapy Related Myeloid Neuplasma النوع الاخير AML not otherwise specified مالوش منطقة معينة يتحط فيها ولا معها Genetic specific genetic ammels ولو كان يسبقوا لخبطة اللي الAM Myelodysplasia ولا كان المريض بيتعالج قبل كده اللي هو Therapy Related زوجه منطقة المتحدة المائل